صباحة اليوم مدير ديوان الوطني للثقافة والإعلام من قرية الفنانين بزيرالدا أشرف على إطلاق القافلة الفنية التي ستجوب مختلف الولايات المستحدثة بالجنوب الكبير ويشارك في القافلة مجموعة من الفنانين الجزائريين حيث سيقدم هؤلاء عروضا على مدار أيام العطلة الشتوية التغطية كانت لعبد الرحيم بنمر كانت فيها القطاع الممج متنوع واختنمنا الفرصة على أساس أنه سيدة وزير الثقافة والفنانين دكتورة سوري مولوجي مدينة إشارة انطلاق برنامج القوافل الثقافية التي تمثل في الولايات المستحدثة رح تكون القوافل التي رح تنتلق بتدائم اليوم بطبيعة الحال هذا النشاط تحت إشارة السيدة وزير الثقافة والفنانين دكتورة سوري مولوجي يدخل في إطار البرنامج الثقافي العام لوزارة الثقافة وخاصة المناسبة تتيح على أساس أنه فيه العطلة الشتوية رح يكون البرنامج متنوع وثري فيه نشاط للطفل فيه نشاط تربوي وفيه حفلات موسيقية لعائلة الشباب أنا راني مسرورة يعني تقريب مدة ثلاث سنوات ما كانت هذه الاحتفالات هذه والجولات هذه ولكن ديما يا أخي رحم أنا نقول كي نكون يعيطوا لي ديوان ثقافة الإعلام تحت وزارة الثقافة أنا نحس رح أني في داري يعني ما قدش نرفض المطالب وراني فرحانة يعني راني شلة معنى الزمالة والزميلات مبادرة طيبة بعد كان انقطاع تعرفت على أربع سنوات الحمد لله الحمد لله اليوم رح تنتلق القافلة ورح تنتلق الفن في الجزائر بعدما كان الفن شبه مون عدم في الجزائر الحمد لله اليوم فالأربما الفنانين يبدوا يخدموا ويكتشفوا الجزائر بس كما قلتك الأرجالي سيني بارل شي سيني الأرجالي بروفوند هذا وكف اشكشف الفنان إذن زلطان القناوي عن تنظيمه لجولة فنية ويحاك عن جديده الفني في ميكروفون عبد الرحيم بن أمري هي جولة فنية وكي نتعني لنا بريزنطي لالبوم تاي جديد اللي هو جولة في إفريقيا غادي تكون ابتداء من اليوم في لصال أطلس على الخامسة والنصف وعدنا تاني لفنتنا في ورن لصال مغرب على الخمسة جولة فنية هذي كشورانا نحوزوا باش نستخدموا لجان باش نعرفوهم بالموسيقى الديوان ما زالها تكزيسي في الجزائر وما زال عندها خلفيات وما زال عندها بزاعة صوالح جديد غادي نديروهم بإذن الله تعالى الجديد في هذا الالبوم هو أني نسيينه نعرفوا بالموسيقى تاديوان وصيينه ندخلوا عليها الموسيقى العصرية باش تكون سهلة للسمة وسهلة للفنان